تمضي الحكاية وفي طياتها العفر والناس تبهرها الأحداث والسيار يعاشق القصة الحسناء دون كم معين حرف أنيق فيضه غمر تدال من جنبه فكرا وموعظة كالدر يخرج من أصدافها درر كالدر يخرج من أصدافها درر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أسعد الله صباحكم و المسه تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ثلاثة من بني عبد الأشهل أو ثلاثة كلهم من بني عبد الأشهل لا يجاريهم أحد في الشرف سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير و عباد بن بشر رضي الله عنهم أجمعين صاحبنا اليوم أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه شريف من الأشراف وسيد من السادة آمن و دخل الإيمان قلبه واستنار واستضاء به أحب النبي صلى الله عليه وسلم حباً فاق كل حب وتجاوز كل حد و أحب القرآن و أخذ يتل القرآن آناء الليل و أطراف النهار أحب القرآن حباً أشغله عن كثير من ملدات الحياة كان حسن الصوت رضي الله عنه في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي و قد هدأ الجو و نامت الناس و عم السكون أخذ أسيد بن الحضير يقرأ القرآن رضي الله عنه يقرأ و يرتد و يتدبر يتدبر هذا القرآن و يقرأه بكل ما أوتي من إحساس و جوارح الله الله يا أهل القرآن الله الله في القرآن يقولون و هذا قول معثور عن بعض السلف أنه من لم يختم القرآن أقل شيء أربعين يوماً من مضت عليه أربعون يوماً ما ختم القرآن فيها من الفاتحة و البقرة إلى الناس ما مر عن القرآن مروراً فهو هاجر للقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يختمه كل أسبوع كل سبع كان الصحابة يعني منهم من يختمه في سبع و منهم من يختمه في عشر و منهم من يختمه في كذا و منهم من يختمه في أقل من ذلك فالورد عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة ركعة الوتر أوتر بركعة رضي الله عنه صلى العشاء في المسجد الحرام و وقف بعد العشاء وكبر للوتر بركعة واحدة و افتتحها بالبقرة و لم يتوقف إلا في الناس في ركعة حسن الله يجعلني و إياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله و خاصة أخذ أسيد بن حضير يقرأ القرآن و كان ابنه نائما بجواله و كانت فرسه مربوطة يقول و بينما أنا أقرأ إذ جالت الفرس جولة كادت أن تقطع الحبل و تعجبت ما الذي حصل صار فعندما سكت عن قراءة سكنت و هدأت يقول فعودت القراءة بعد ذلك يقول فجالت جولة أشد من الأولى فغسيت أن تطعبني و قالت تدعس الولد يقول فسكنت و تعجبت يقول فحانت مني التفاتة للسماء فرأيت عجبا رأيت قناديلا مضاءة بين السماء و الأرض قريب يقول مني مثل ما نقول بالوقتنا الدارجة الآن نجف ثرية مثل ثريات يقول فوقي متدلية بين السماء و الأرض يقول فخفت من ذلك يقول فأخذت ترتفع 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 حتى غابت فلما جاءت صرات الفجر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم و أخبرته بذلك قال تلك يا أسيد الملائكة جاءت تستمع لتلاوتك و قراءتك و لو ضللت تقرأ لظهرت للناس و لم تستتر منهم سبحان الله يعني هذي حكمة رده الله عز وجل و في خلافة عمر رضي الله عنه حدث موقف بين عمر و بين أسيد يعني تتجلى فيه كثير من المعاني جاءت يوم من الأيام غنائم من الفي فقسمها عمر بين المسلمين وكان من ضمنها قطع قماش يقول فجاء نصيبي يقول جاء نصيبي قطع صغيرة يعني ما تكفيني يعني أسوي لها ثوب وكذا يقول فتاك تحتفظ بها يعني عندي يقول في يوم الأيام نظرت وإذا بشاب قرشي من قريش عليه حلة سابقة مكفيته ويعني تفصيلها زين سابقة يقول نظرت وإذا به نفس القماش اللي معي نفس القماش يقول فقلت متألما لمن حولي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا نحن الأنصار اصبروا يا معشر الأنصار اصبروا فإنكم تترون بعد يا أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديد ذا وشهو يعني يقول السيد بن الحضير قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه سيكون بعده أقوام يلون الحكم والسلطان على المسلمين الخلافة على المسلمين ويستأثرون بأموال المسلمين لأنفسهم وخاصتهم فترون بعد يا أثره يعني أولاه أو حكام يستأثرون بالأموال لأنفسهم وخاصتهم ليش قال الكلام هذا لأنه ظن عندما رأى هذا القرشي سابق القماش ظن أن عمر حاباه يعني وأعطاه شيء هو نقص عليه هكذا والإنسان ضعيف حتى صحابة رسول الله يعني قد يحدث منه مثل ذلك الإنسان ضعيف يتأثر بالأحداث يتأثر بما حوله يتأثر بكذا ولكنهم كانوا وقافين عند حدود الله كان الرجل منهم إذا بلغه من أخيه كلمة يأتيه ويقول لقد سمعت منك كذا وكذا يقول نعم قلت كذا المكاشفة والمصارحة دليل على المحبة والأخوة في الله وإنما هو عتاب المحبين مثل ما يقولون يعني نشرها نشرها على بعضنا وهي عتاب قال هذه الكلمة فطار بها أحدهم لعمر نقل هذه الكلمة وذهب إلى عمر وقال إن أسيد يقول كذا وكذا طيب هذا الصحابة الذي نقل هذه الكلمة هل يعني الوشاية هل يريد الوشاية يقع بين المسلمين لا 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 إنما أوصلها لعمر حتى يبين موقفه حتى يقول لعمر ترى أسيد زعلان ورأى كذا وقال كذا ودليل على زعله أنه قال كذا وكذا فذهب وأخبر عمر فسمعها عمر فجاء أمسر عنه كان خليفة رضي الله عنه وكان أسيد يصلي وقتها يصلي نافلة ووقف على رأسه عمر وقال صلي صلي يا أسيد صلي صلي يا أسيد يعني أنا أبغاك بس عجل يعني لما فرغ من صلاته قال ما مقالة بلغتني عنك يا أسيد قال وما ذاك قال قلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سترون بعد يا أثر فاصبروا حتى تلقوني قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال وما حملك على ذلك أن تقول قال رأيت فتى قرشي لابس حلة النفس القماش الذي أنا لابسه وقص عليه الخبر فأمر عمر بذلك الشاب أن يأتي وأن يخبره كيف تحصل على هذه فأخبره بأنه قد اشتراها من السوق شات نصيبه قطعة قماش واشترى واحد من السوق مثلها وخيطها وفصلها على ملاسه فعمر كان عادلا بين الصحابة أنصار ومهاجرين اتضحت الصورة الآن وزال اللبس ورجعت المياه إلى ما جاريها فقال عمر أتظن أن ما أخبرك رسولنا صلى الله عليه وسلم به يا أسيد كائن في زماني قال والله لقد ظلنت أن لا يكون في زمانك يا أمير المؤمنين وظلت هذه المحبة والخلة والصداقة والأخوة بين عمر وبين أسيد حتى مات أسيد رضي الله عنه وكان عليه دين دين أربعة ألاف درهم فما وجدوا غير المزرعة وقد ترك أيتام لا عائلة لهم فما فيلا مزرعة فقرروا بعض العارفين أن يبيعون هذه المزرعة حتى يعني يسدون دين الرجل فقال عمر لا والله لا تبيعون المزرعة وأدعوا أبناء أخي عالة على الناس فاصطلح مع أهل الدين بأن يؤجر عليهم المزرعة أربع سنوات كل سنة بألف درهم ويخلصون حقهم ثم ترجع المزرعة لأبنائه رضي الله عنه رضي الله عن عمر وعن أسيد وعن أصحاب رسول الله أجمعين وألحقني وإياكم بركب الصالحين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمضي الحكاية وفي طياتها العبر والناس تبهرها الأحداث والسيار يا عاشق القصة الحسناء دون كم معين حرف أنيق فيضه غمر وعن أصحاب رسول الله عنه وعن أصحاب رسول الله عنه